وجه مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداودي بتفعيل نشاط غرفة العمليات على مدار 24 ساعة تحسبا لمواجهة أي طار على إثر إعلان هيئة الإرصاد الجوي احتمال هطول أمطار غزيرة على المحافظة وعدد من المحافظات اليمنية نتيجة للمخافظة المداري القادم وحثت داودي خلال ترؤسي الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الاستعدادات لمواجهة المخافظة المداري ومعالجة الآثار المترتبة عليه والذي ضم عددا من مدراء المكاتب الخدمية والجهات المختصة بمديرية المنصورة حتى برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الكامل تعصبا لتفادي مخاطر هذه الظاهرة الطبيعية وشدد الداودي على قيام لجنة الطوارئ في المديرية باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية وأكدا حرص قيادة المحافظة في التواصل الدائم والمتابعة المستمرة برفع حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي طار